أعظم الله رجولنا ولياكم لمصابنا بالحصينا والسلام وجعلنا وياكم من الآخرين بثاره مع وليه الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج وسهل الله له المخرج وجعلنا من أنصاله وعوانه والمستشهدين بين يديك بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله يبصير من عبار صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله يا رحمة الله يا رحمة الله ويا بابا يا نجاة الأموة يا غريب يا مغلوك يا رحمة الله 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 أدرك تراتك أيها الموتور فلكم بقد يدي دم المهدور ما صارمون إلا وفي شفراته نحرون لآل محمد ما الحور فلو أنك استأصيت كل قبيلة قتلا فلا شرفون ولا تبذيروا وصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأذور خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور والقضعة الزهرى أمك قد قضت إقرح الفؤايات وضلعها مكسور وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثوان حيث محمد مقبور واسأل بي يوم الطف سيف كأنه قد كلم الأبطال فهو أيعي خبير يوم أبوك الصير شمل غيرة للدين لما أنعفاها دثور واضحى يقيم الدين وهو مهدم ويجبر الإسلام وهو كسير حتى إذا نفذ القضاء وقدر المحتوم فيه وحتم المقدور زجت له الأقدار وشه ممليته يا الله فهوالقين واندك ذاك الطرق وطعت قلل فلك المدار كأنما هو قطبه وعليه كان يدور آه 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 الضمآن يعترج الغليل بصدره وتبل الخطي منه الصدور بعد وتحكمت بيض السيوف بجسمه ويح السيوف وحكمه منه أي جور بعد سلام الله عليك يا الله عبد الله وغدت تدوس الخيل منه أضالع وغدت تدوس الخيل منه أضالع يا الله شغل النبي بطيها آه مستور وثواكل يشجي الغيور حنينها لو ثم ما بين العدا آه 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 كم حرتين لما أحاط بهالعدا آه آه كون آه آه هتفط غدات أمو بسمي كفيلها يا أرى وكفيلها بذرط الطفوف عافي ما لاحظت عين الهلال خيالها والشخف تخطف دونها وتغرغ فبدأ بيوم الغاب بيت وجهها ومصيبتها وزينبها فبدأ بيوم الغاب بيت وجهها كالشمس يسترها السنة والنور قعدت تودن وأنها نوعية والأمة الله ينظر إليها شابت أو كفور وزينبها قعدت تودن وأنها نوعية وزينبها ينظر إليها شابت أو كفور إنا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ما عظمه المصيبة يا الله سلام الله عليك يا أبا عبد الله لقد عظمت المصيبة وجلت عظمت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام لما قتل أصحاب الحسين عليهم السلام عند ذلك وصلت النوبة إلى بني هاشم وأول من قتل منهم علي بن الحسين الأكبر وأمه ليلى وفيه يقول الشاعر لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشيه ومن ناعر أعنبني ليلة ذا السدى واللدى أعنبني بنت الشرف الفاضل لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحياق بالباطل وكان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا وخلقا فاستاذن أباه في القتال فنظر إليه الحسين نظر آيس البن وأرخى عينيه بالدموع وبكاء ورفع سبابتيه ورفع سبابتيه أو شيبته الشريف نحو السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد قرز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتخنا إلى نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا تغفر لهم أبدا ولا ترضي الولاة عنهم أحدا فإنهم دعونا ينصرونا ثم عذر علينا يقاتلوننا ثم صاح يمس عمالك قطع الله رحمك ولا بارك الله في أمرك وصلت عليك من يذبحك بعد على فراشك كما قطعت رحمي ولم تحفظ طرابتي من رسول الله ثم رفع صوت وتلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين فحبل علي الأكبر على القوم وهو يقول لنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أطعنكم بالروم حتى ينثني أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي والله لا يحكم فيه من الدعي فشد على الناس وقتل منهم خلقا كثيرا حتى ضج الناس من كثرة من قتل فروي أنه قتل مائة وعشرين رجلا فرجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة وهو يقول يا أب العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني فاليلة شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء يا أبويا شربة ميت شبدي أدقوى ورد للميدان وحميد يا أبويا الفطر شبدي وحق شبدي العطش والشمس والميدان والحار يا أبويا نجي من ما يبني وهو حشك وهضحيني وشعبني وفتروحي وحمس شبدي وسلمي يا أبويا استخلف الله العمر وصبي يشكو لخير أب الضمى هو ما اشتكى إضمى الحشاء إلا إلى الضام الصدي كل حشاشته كصانية الغضاء ولسانه ضمى كشقة بردي فبكى الحسين وقال واغوثاه يا أبني يعز على محمد المصطفى هو على علي المرتضى وعلي أن تدعوهم فلا يجيبوك وتستغيث بهم فلا يغيثوك يا أبني قاتل قليلا فما أسرع أن تلقى جدك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيسقيك بكأسه الأوفا شربة لا تضمؤ بعدها أبدا يا أبني هاتي لسانك فأخذ لسانه فغصا يقول وجدت لسان أبيك الخشبة اليابسة رحم الله من نادى وحسينه آآ ضمان يعتدد الغليل بصدره ضمان ذاب أفواده من غلة لو مست الصخر الأصاب لدايا آآ فأخذ لسانه فمصه وأعطاه خاتمه وقال أمسكه في فمك وارجع إلى عدوك فإني أرجو أن لا تمسي حتى يسقيك جدك والذي عد بارك الله فيك فرجع مرتجزا الحرب قد بانت لها حقائق وضالت من بعضها مصادق والله رب العاش لا نفارق جموعكم أو تغمدوا البوارق ولم يجل يقاتل حتى قتل تمام الماتين بينما هو على هذه الحال فضربه مرة بن منقذ العملي ضربة سرعته وضربه الناس بأشيافهم فاحتلق فرشه فاحتمله الفرش إلى معسكر الأعداء فخطعوه بسيوفهم يرق الإرقاء فلما بلغت روحه التراقي نادى رافعا صوته بهذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضموا بعدها أبدا وهو يقول العجل العجل فإن لك كأسا مذخورة تشربها الساعة فجاءه الحسين ورفع صوته بالبكاء ولم يسمع أحد إلى ذلك الزمان صوت الحسين بالبكاء فقال قتل الله قوما قتلوك وأجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول أما أنت يا بني فقد اشترحت من هم الدنيا وغمها وصلت إلى روح وريحان وجلة ولوان وبقي أبوك لهمها وغمها فما أسرح لحوقه بك ونذي على الدنيا بعدك العفا قاعد عندي وشافة مغمص الحين دم السابحي اهتر بالخد ميت واصل طبر ورسل الصين حدي ظهر على أبن أي أوتيح الساب يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا عمرك واكبين أسحاري فعند ذلك خرجت زينم الكبرى من الخياب مسرعة وهي تنادي وولداه ومهجة قلباه فجاءت وانكبت عليه فجاء الحسين وأخذ بيدها وردها إلى الفصط أه خليني خليني أخو يقصي ليمي أحس بدمعين جروح جسما على عيوني وريدا الصدر يضمه وشيل للخيم وياك يحسين قالها علي راح علي راح شاف والنبي الشابج علي راح علي راح وفوق وصفد راح علي راح علي راح صاح الصوت يا الزيمين علي راح علي راح يخول ظلمة الدنيا عليه ثم نادى يا أخوت يا البني يا شبال أموا واحملوا أخاكم إلى الفصط فجاء القاسم بن الحسن وهو غلام لم يبلغ الحلوم فقال يا عم الإجازة ليمضي إلى هؤلاء الكفرات فقال له الحسين يا ابن أخي أنت العلامة من أخي أنت العلامة من أخي الحسن ووريد أن تبقى لي لأتسلا بك فلم يزل القاسم يقبل يديه ورجليه حتى أذنى له فقال له الحسين قل هي تمشي برجلك إلى الموت فقال يا عمر كيف لا وأنت بين الأعداء بقيت وحيدا فريدا لم تجد محاميا فأركبه الحسين على فرسه فخرج القاسم ودموعه تسئل على خلفه وهو يقول ان تنكروني فأنا نجل الحسن سلط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المنتهن بين أناس لاسقوا صوب المزن وكان وجهه كفرقة قبر طالع فقاتل قتالا شديدا حتى قتل على صغر السن خمسا وثلاثين رجلا وقيل سبعين فارسا فالقطع شسعا عليه فانحنى ليصلح شسعا عليه فضربه عقل ابن سعد الاسدي على راسه فضقع الغلام لوجهه ولا دايا عما هدركني فجاءه الحسين كالصقر المنقض فتخلل الصفوف وشتى شجة الليث المغضب فضرب الحسين عمرا قاتل القاسم بالسيف فاتقاها بيده فأقلنها من لدنا المرفق فصاح اللعين صيحة سمعها أهل العسكر ثم تنحى عنه الحسين فحملت خيل أهل القوفة ليستنقذوا عمرا من الحسين فاستقبلته الخيل بصدورها وشرعته بحوافرها وبطأته حتى مات إلى جهنم فلما انجلت الغبرة وإباب الحسين قائم على رأس الغلام وهو يفحص برجله فقال الحسين من يعز الله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعنيك أو يعنيك فلا يغني عنك الشياء أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك شياء قعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك هذا يوم والله كثرة واتره وقال لا نعصر بجاونا داح يا جاء السمشبي يا ريتي السيف قبرت حزوري يا حالي لكم تخلوني وحيني وعلى أخي أمي يا عمي لقوم تفتر قعد عندي وشافة دموم وهي تفوح وكل أطراف جسمه مجر حجروح وهو يرفيس يعالي لطلعة الروح مات مايا تضرب اسكين محيار الله احتمله على صدره ورجلات خطان في الأرض خطايا حتى ألقى بين القثة من أهل بيت جاب جاب ومدد ما بين القوت بجعدهم يا ويالي وهم موت بس ما يا سبعا النسوة الخوت جدعمت تصيح الله أكبره أمبارك من سبع إلى الحجار يعني الحين بدأ من راس حنه أبدال الشميع بني الشاب زفو على راسك من أفتن بلينثو ثم برز من بعد أخوه أحمد بن الحسن وله من العم ستة عشر سنة فقاتل حتى قتل ثمانين رجلا فرجع إلى الحسين وقد غارت عيناه من العطش فنادى يا عما هل من شربة ماء أبرذ بها كبدي فقال له الحسين يا ابن أخي اصبر قليلا حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تضمأ بعدها أبدا فرجع إلى القوم وحمل عليه وقتل منهم ستين فارسا حتى قتل وبرز أخوه أبو بكر بن الحسن وهو يقول ان تنكروني فأنا ابن حيدرة ضرغة مؤاجم وليث قسورة على الأعادي مثل ريح صرصرة أكيلكم بالسئيف كيل السندرة فقاتل حتى قتل فعند ذلك خرج أولاد أمير المؤمنين عليه السلام وأول من خرج منهم أبو بكر بن أمير المؤمنين فقاتل حتى قتل وبرز عون بن أمير المؤمنين فقال له لحسين كيف كان هذا الجمع الكثير والجمع الغفنين فقال من كان ماذلا فيك مهجته لم يبالي بالكثرة والقلة ثم حمله فقتل مقتلة عظيمة فاحتوشه ألفان ففرقهم يمينا وشمالا وتخلل الصفوف ثم رجع إلى الحسين فقبله الحسين وقال له أحسنت لقد أصبت بجراحات كثيرة فاصبر هناك فقال عون سيدي أردت أن أحظى منك وأتزود من رؤيتك مرة أخرى فرجع وقاتل ورمي بسهمين وقضى نحبا فعند ذلك وصلت النوبة إلى أولاد أم المؤمنين فقال لهم العباس بن أمير المؤمنين يا بني أمي تقدموا حتى أرادكم قد نصحتم لله ولرسوله فإنه لا ولد لكم تقدموا بنفسي أنتم فحاموا عن سيدكم حتى تموتوا دونه فبرز عبد الله بن أمير المؤمنين وعمره خمس وعشرون سنة فقتل أبطالا ولكش فرسالا فقتله هان بن ثبيت الحضرم عليه اللعنة ثم برز جعفر بن أمير المؤمنين فقاتل وقتل جمعا كثيرا فقتله هان بن ثبيت الحضرم فبرز عثمان بن أمير المؤمنين وعمره احدى وعشرون سنة فقاتله حتى قتل فبقي العباس بن علي قائم الأمام الحسين يقاتل دونه وكان العباس بطلا جسيما وسيما يركب الفرس المطهم ونجله تخطى لعلى الأرض خطى ويلقب بالشقاء وقمر بني هاشم فجاء نحو أخيه الحسين فقال يا أخي هل من رفصة فبكر حسين حسين صلاح حسين يا أخوي يا عباس يا دور العين يا تاجي على الرأس يا أخوي أنت الدرع والسيف والطاس سشلوا لتروح وأنا بقى بحيه فبكر حسين حتى ابتلت لخيته بدموعه فقال أخي أنت العلامة من عسكري فإذا غداوت يأول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب فقال العباس فذاك روح أخيك لقد ضاق صدري من حياة من هذه الحياة الدنيا وأريد أخذ الثار من هؤلاء المنافقين فقال له الحسين فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء يقلوا داعة ويا عيوني أخوي نيتكم وحيدي تخلوني منكم يا أختي خاب تغنوني فقال له الحسين فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء فضرز العباس فلما توسط الميدان وقف ونادى يا عمر بن سعد هذا الحسين بن بنت رسول الله يقول لكم إنكم قتلتم أصحابه وأخوته وبني عمه وبقي فريدا مع أولاده وعياله وهم عطاشا قد أحرق الضم أقلوبهم فاسقوهم شربة من الماء لأن أولاده وأطفاله قد وصلوا إلى الهلاق فلما سمع أهل الكوف كلامها بالفضل فمنهم من سكت ومنهم من جلس يبكي وخرج شمر وشبث ابن ربعي عليهم اللعنة وقال يا ابن أبي تراب قل لأخيك لو كان كل وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة حتى تدخلوا في بيعة يزين فتبسم العباس فرجع إلى الحسين وأخبره بمقال القوم فبكى الحسين حتى بل أزياقه من الدموع فسمع العباس الأطفال وهم ينادون العطش العطي يعيش فركب فرسه وأخذ رمحه والقربة وكان عمر بن سعد قد وكل أربعة آلاف رجلا على الماء لا يدعون أحدا من أصحاب الحسين يشرب منه فحمل عليهم العباس ففرقهم وكشفهم وقتل منهم ثمانين رجلا وهو يقول لا أرهب الموت إذا الموت رقا حتى أورى في المصالي تلقى إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الشعر يوم الملتقى حتى دخل الماء فلما أراد أن يشرب غرفة من الماء ذكر عطش الحسين وأهل بيته فرم الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكون عذا حسين وارد الملون وتشربين مارد المعين هاي هات ما هذا يا فعال ديني ولا فعال صادقي اليقين شلون إشرب وخو يا إحسين حكشا وسكني والحرام وقفال وضع وضرق وبالعلي ليلة هبريرا يريت الماء بعد الاحلاو مر فملأ القرب وحملها على عاتقه وتوجه نحو الخيمة فقطعوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب وأخذوه بالنبال حتى صار درعه كجلد الخنفوذ من كثرة السهام فتمل له زيد بن برقا من وراه نخره وعاوله حكيم بن الطفيل فضربه على يمينه فقطعها لحم الله من نعدى وعرضه أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتموا يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني نجل النبي الطاهر الأميني فقاتل حتى ضعف فقطعوا شماله فجعل يقول يا نخش لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يسار فأصلهم يا رب حر النار فجاءه سهمون وأصاب القربة وأوريق ماء فبقي العباش حائر ليس له يد فيقاتل ولا ماء فيرجع إلى الخيمة فضربه رجل بعمود من حديد على رأسه ففلق هامته فسقط عن فرسه ونعدى يا أخي أدرك أخاه عبد الحديد بكربلا خسف القمر من عاشم فلتبكه علي مضر وما درت من مهره العبا سخر فمشى إليه الصمت ينعاه كسر فمشى إليه الصمت ينعاه كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني فانقضى إليه الحسين كالصقر فرآه مقطوع اليدين مفضوخ الجبين مشكوك العين بساهم فوقف عليم الحريان وجلس عند رأسه يبكي ففاضت نفسه بالفاق فقال الحسن أخي لعن انكسر ظهري وقنت حيلتي وشمت بي عدد يا أخوي وين بتارك طرحتك اللي أخوي أن قطعتك اجفوفي وتركتك لو سلم تشفي تشايا عن هالبير أجل شغتايا ورديت للخماية وجود الماء السالي قل لي أخوي بالفضيل في وين اللي تشفوه قل لي أخوي أن قطعايا اتما بالصفوه دمي على عيني جميل دمي على عيني جميل يحسين ماشيكا دمي على عيني جميل يحسين ماشيكا نشف دموم يا بقية أعلى الشيكا قل لي أخوي أن أغسلي بدمعي دموم تبني أن تشاني للحريم الله يدومه لكن يخويم هالأرض يومي لكن يخويم هالأرض يومي 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 وانضيع بالبعنين وبعدك هالفواطي تخسر على عبيدي وادعه صحدة فوايا يا جملة الكون الذي ما قلت تنرب طهر تراه الكشر من فقدك يا عبا طاح العلم وتفللت من العزايا يا مصيبة طاح العلم وتفللت من العزايا عزمي الشينا للمخيم خلي على الشاطي عالج طرقة الروح مقدر روح الخيم وفر زينا بتقوه وفر دبع سكتا وفر دبع سكتا على الخدين سادي يا الله وعبا سا عزمي الشينا للمخيم قاها المروح خلي على الشاطي عالج طرقة الروح مقدر روح الخيم مقدر روح الخيم وانظر جينا بتنوه وانظر دنع شجني على الخدين الشاطي وعباشا وعباشا وحسينا وحسينا وسينا لا اله الا الله ساعد الله قلبك يا رسول الله عباس تسمع زينبا تدعوك مين ليا حماية ذا العداية سلبون أولست تسمع ما تقول سكينة عماه يوم الآية يا اسماني يا حمي ثم قام ورجع إلى الخيمة فاستقبلته ابنته سكينة وقالت أبتا هلك علم عمي العباس فبكى الحسين وقال يا ابنت علم عمك القتيل سكن الله يا سكن الله يسكن الله وشاح الضيب لي يرفع الراح فصحيت زينب واضعتنا بعدك يا أب الفاء وخرج محمد ابن عبد الله ومه زينب الكبرى ابن تأبير المؤمنين فقاتل حتى قتل ثم برز أخوه عون بن عبد الله بن جعفر وأمه أيضا زينم الكبرى فقتل جمعا كثيرا حتى قتل وبرز أخوه عبيد الله فقاتل حتى قتل وبرز غلام من أخبية الحسين وفي أذنيه درتان وهو مذعور فجعل يلتفت يمينا وشمالا وقرطاه يتذبذبان فحمل عليه هان بن ثبيت الحضرم فضربه بالسيم فقتل فصارت أمه تنظر إليه ولا تتكلم كأنها كلمة جهوشة ثم ناد الحسين هل من داب يذب عن حرم رسول الله هل من موحد يخاف والله فينا هل من مبيثي يرجو الله يعفي غاثتنا وعاد ريحانة مختار منفردا بين العذا لا حامد لحوء ولا عبده فارتفعت أصوات النساء بالبكاع والعويل فتقدم إلى باب الخيمة وقال لزين ابنه وليني ولذي الرضيع لأودعه اختو ائتيني بطفلي أره قبل الفراق فاتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق يتنظى عطشين والقلب منه صوف احتراق غائر العين طاول بارخ ذاو الشفتين فبكى لما رآه يتنظى من أواب بدموع هاطلاتين تخجل السحب سجام فأتى القوم وفي كفيه ذياك الغلام وهما من ضمئين قلبهما كالجمرتين فنعدى يا قوم قتلتم عنصاري وأولادي وما بقي غير هذا الطفل إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل لقد جف اللبن في صدر أمه فرماه حرملة بسهم فوقع في نحره فذبحه من الوليد إلى الوليد فوضع الحسين كفيه تحت نحر الطفل فلما امتلأت آدم ان رمى به إلى الشماء وقال هون علي ما نزل بي أنه بعين الله اللهم لا يكون طفلي هذا أهول عليك من فصيل ناقة الصالح ثم عادب الطفل مذبوحا وحفر له بجفن سيفه ودفنه وولد للحسين ابن وقت الظهر وقت الظهر جاب ولد الحسين ومصيبته وولد له وولد للحسين ابن وقت الظهر فأتي به إلى الحسين وهو قاعد بباب الخيمة فأخذه في حجره فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى فرماه العينون فذبحه يوه في حجر الحسين وإلى هذا أشر الشاعر ومنع قفين أهوال تقبيل طفله فقبل منه قبله السايا يا أهم من حاء لقد ولد في ساعة إنه ورده ومن قبله في نحره السايا يا أهمك يا أفر ولم قتل أصحابه وأهل بيته ولم يبقى أحد العزم على لقاء الله فدعا بمردة رسول الله فالتحف بها فأفرغ عليها درعه وتقلد سيفه واستوى على متن جواده ثم توجه لحو القوم وقال وينكم على ما تقاتلونني على حق تركتوا أم على شريعة بدلتها أم على سنة غيرتها فقالوا نقاتلك بغضا منا لأبيه وما فعل بأشياخنا يوم بدل وحرين فلما سمع كلامهم بكى وجعل يحمل عليهم وجعلوا ينهزموا ينهزمون من بين يديك لأنه الجراد المنتشر ثم رجع إلى مركزه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم وهو في تلك الحالة يطلب شربة من الماء وكأنه يقول أنا ابن علي الطور من آل هاشم كفاني بهذا فخرين خلينا أفخر وجدي رسول الله أكرم من مشاء ونحن سراج الله في الأرض نزهر وفاطمة أمي من سلالة أحمد وعمي يدعى ذا الجناحين جعفر وفينا كتاب الله انزل صادقا وفينا الهدى والوحي بالخير يذكر فنحن أمان الله للناس كلهم نسر بهذا في الأنام ونجهار ونحن ولاة الحوض نسقي ولاتنا بكأس رسول الله ما ليس ينكر وشيعتنا هليا لكم وشيعتنا في الحشر يكرم شيعة ومبغضنا يوم القيامة يخسر فقبال عبد زارنا بعد موتنا بجنة عدل صفها لا يكدروا فصاح عمر بن سعد ألويل لكم أتدرون لمن تقاتلون هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب أحمدوا عليه من كل جانب فحملوا عليه فحمل عليهم كالليث المغضب فجعل لا يلحق منهم أحدا إلا بعده بالسئف فقتله حتى قتل منهم مقتلة عظيمة وفي خبر أنه قتل ألفا وتسعمائة وخمسين رجلا فحالوا بينه وبين رحله فصاح ريحكم يا شيعة ألبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وانجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا فنادى وشعر ما تقول يا ابن فاطمة قال أقولنا الذي يقاتلكم وأنتم تقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح فابنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحلمه ما دوت حيات فصاح شعر بأصحابه تلحوا عن حرم الرجل واقصدوه بنفسه فلعمره وكفء الكريم فتراجع القوم فنزلت الملائكة من السماء لنصرته فلم يأذن لهم بشيء ثم التفت يمينا وشمالا فلم ير أحدا من أصحابه إلا من صافح التراب جميلا وقطع الحمام ونينه فخاطبهم وعاتبهم فما سمع منهم جوابا لما رأى الصدق أصحابه وفاقتلوا إن عدى أبا الفضل إن الفارس البطل وأين من جولي الأرواح خد بذلوا إيه بالأمس كانوا معهم واليوم وخلفوا يوم في سويد القلب ثم نادى برفيع الصوت هل من ناصر ينصرني هل من مغين يغينني فخرج زين العابدين وهو مريد لا يتمكن أن يحمل سيفا وأم قلثوا ابتنادي خلف ارجع ارجع فقال يا عم تاذري لمقاتل بين يدي ابن رسول الله فقال الحسين خذي لألا تبقى لعب خالية من نسل آل محمد وفي رواية جاء الحسين واحتمله واتى به إلى الخيمة ثم قال ولدي ما تريد أن تصنع قال أبا إن لذائك لذائك قطع نيات قلبي وأريد أن أفليك مروحك فقال الحسين يا ولدي أنت مريض ليس عليك جهان وأنت الحجة والإمام على شيعة وأنت أبو الأم وكافر ليت أبو الأم وأنت رات لحرمي إلى المدينة فقال زين العابدين أبتا تقتل وأنا أنظر إليك أبتا تقتل وأنا أنظر إليك ليت الموت أعدى من الحياة روحي لروحك الفداء نفسي لنفسك الوقاء ثم ذهب الحسين إلى خيام الطاهرات من آل رسول الله ونادى يا سكينة ويا فاطمة ويا زينب وياهم كلثوم عليكن من السلام وهذا آخر الاجتماع وقد قرب من كن الافتجار فعلت أصواتهن بالبكار وصحنا الوداع فجاءت معزيزته سكينة وقالت يا أبا استسلمت للموت يا أبا استسلمت للموت فإلى من أتكي قال يا نور عيمي كيف لا يستسلم للموت بل لا ناصر له ولا معلوم قالت أبي أردنا لا حرم جدنا فقال الحسين هيهات لو ترك القطع لغفا ولا فبكت سكينة فأخذها وضمها إلى صدره ومسح الدم وغل وينيها وهو يقول سيطول بعدي عسكينة فأعلمي من كل مكاعد الحماية أم دهاني إلا تحرقي قلبي بدمريك حشرة ما دعم من الروح في جثماني فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتي له يا خيرة النسوان ثم إن الحسين دعاهن بأجمعهن وقال لهن استعده للبلاء واعلموا إن الله حافظكم وحاميكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عاديكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقصوا خدركم ثم أمرهن بلبس عزرهم ومقانعهم فسألته زينب عن ذلك فقالك أن يراكم عن قريب كالإباء والعمين يسوقونكم أمام الركام ويسومونكم سوى العذاب فلادت زينب واجده وقلت ناصره فشفقت ثوبها ولتفت شعرها ولطمت على وجهها فقال الحسين لها مهلا يا بنت المرتضى إن البكاء طويل فأراد الحسين ليخرج من الخيمة فتعلقت به زينب وقالت مهلا يا أخي تبقف حتى أتزود من ومن نظري إليك وأودعك ودعم فارق لا تلاقي معاه فجعلت تقبل يديه ورجله وأحض به سائر النش ويقبل يديه ورجله فسكتهن الحسين وردهن إلى الفسطى ثم دعا بأخته زينك وصطرها وأمر يده على صدرها وسكنها من الجزا وذكر لها ما أعد الله للصابرين فقالت له يبن أمي طب نفسا وقر عينا فإنك تجدني كما تحب وتغطى فقال الحسين فأتي بتوبان وهو ثوب قصير ضيق فقال لا ذاك لباس من ضربت عليه الذله فأخذ ثوبا خلقا فخرقه وجعله وجعله تحت ثياب فلما قتل جردوهم ثم ناد الحسين هل من يقدم لي جوادي فسمعت زينك فخرجت وأخذت بعناية آل الجواد وأقبلت إليه وهي تقول لمن تنادي وقد قرحت فؤادي فعاد الحسين إلى القوم فحمل عليهم وكانت الرجال تشد عليه فيشد عليها فتنكشف عنه وانكشاف المعزى إذا حل فيها حمل على الميمن وهو يقول الموت خير من ركوب العاري والعار أولى من دخول النار وحمل على الميسرة وهو يقول للحسين بن علي آليت ألا أنثني أحمي عيانات أبي أرضي على دين النبي فجعلوا يرشقونه بالسهام والنبال حتى صال درعه كالقنفون فوقف ليستريح ساعة وقد ضعف عن القتال فبينما هو واقف إذ أتاه حجر فوقع على جبته فأخذ الثوم ليمسح الدم عن عينه فأتاه سهم المحدد المسلوم له ثلاث شعاب فوقع السهم في صدره على ألمه سجت له الأقدار سهم من يكتل فحوال قيل واندك ذا آك الطور وقال الحسين بسم الله ومن الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ثم رفع رأسه إلى السماء وقال إله إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن نبي غيري ثم أخذ السهم وأخرجه من طفا وقال إله فلنعت الدم كالميزة وحب الله من نادى وحسن الله أيها إماما أيها غريبا أيها مغلوبا أيها مصيبة فوضع يده على الجرح فلما امتلأ الدم رمى به لحوى السماء ثم وضع يده على الجرح ثاليا فلما امتلأت لطخ به رأسه ونحيته وقال هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله وأنا مخضوب بذلي وأقول يا رسول الله قتلني فلان وفلان وأعياه نسه الدم فجلس على الأرض ينوب رقبته وصنع له وسادة من الترام فصار إليه في هذه الحال مالك ابن النس فشتمه وضربه من السيف على راسه وكان عليه مرنسا فامتلأ البرنس دمى فقال الحسين لا أكلت بيمينك ولا شرقت بها وحشرت الله مع الظالمين ثم ألقى البرنس واحتم على الخلنس ثم إنهم لبثوا هنيئين وعادوا إلى الحسين وأحاطوا به وهو جادس على الأرض لا يستطيع النهوض فنضل عبد الله بن الحسن الصد إلى عمه وقد أحدق القوم به فخرج من الخيم يشتد إلى عمه وأرادت زينم حبسه فأفلت منها وجاء إلى عمه وأخوات أحلق لك عبن يظلم الحسين فقال له الغلام يا أبن الخبيثة أتضرب عمي فاتقاها الغلام بيده فأقلنها إلى الجن فإذا هي ضعن لفاه فصاح الغلام يا أمه فصاح الغلام يا أمه أقصعوا يميني ووقع في حجر عمه الحسين وقال له الحسين يا أبن أخي اصبر على ما أصاب واحتسب في ذلك الخير فإن الله يحبك بآبائك الصالحين ورفع الحسين عليه السلام يده وقال اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي ولا أتعنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا وبينما هو كذلك إذ رمى حملتهم لكاهل الغلام بسهبه فدبحه وهو في حجر عمه وبقي الحسين طريح المنية ولو شاوان يقتلون فعلوا إلا أن كل قبيلة تحتمد على الأخرى وتكره الإقدام فصاح الشر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل احملوا عليه فضربه زرعة من الشريك على كتفه ليسو وضربه الحسين في حلقه وضربه آخر على عاتقه وضعنه سنان بن أنس في تلقوته ثم في بواني صدره ثم رماه بشهم في نحره ثم رماه بشهم في نحره ثم رماه بشهم في نحره في جنبه أيوه حسينه أيوه حسينه وتحكمت بغسيه في جسمه ويحسيه في حكمه أولا يجور على هلاله من منافع كنت واقفا جنب الحسين وهو يجور بنفسه فوالله ما رأيت قتيل ابتط وضمخا بدمه أجمل منه وجها ولقد شغل لي نور وجهه عن الفكرة في قتله فاستقى في هذه الحال ماء فأبوا أن يسقوه وقال له رجل لا تذوق الماء حتى ترد الحامية وتشرب من حميمها فقال بل أرد على جد رسول الله وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك المفتدر وأشكو إليه ما اتكرتم مني وفعلتم بي فغضبوا بأجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئا واشتدت به الحال ورفع طرفه إلى السماء وهو يقول صبرا على قضائك يا رب لا إله سواك يا غياث المستغيثين ما لي رب سواك ولا معبود الغير صبرا على حكمك يا غياث من لا غياث له يا دائما لا نفاد له يا محي الموتى يا قائما على كل نفس بما كسبت احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين وأقبل الفرس هو يحوم حوله وهو يلطخ ناصيته بدمه هذا تعبير عن حزن الفرس عن الحسين يلطخ ناصيته بدم الحسين فإذا أخلست من رأسك جزعا على الحسين لا بأس بذلك وأقبل الفرس يحوم حوله وهو يلطخ ناصيته بدم الحسين وصاحب سعدونك وصاحب سعدونك الفرس فإنه من جياد خيل رسول الله فأحاطت به الخيل فجعل يرمح برجله حتى قتل أربعين رجلا وأربعت أفراج فقال ابن سعدعوه لننظر ما يصنع فلما أبن أبطل بالسوة أقبل نحو الحسين وهو يلطخ ناصيته بدمه ويشموه ويصهر صهيلا عاليا قال أبو جعفر الباطل عليه السلام كان يقول في صهينه الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيه حيوان يتأثر مصيبة الحسين شكول الزماء ابا شافة الحسين أفاطم لو خلت الحسين إلى مجدد وقد مات عدشانين بشط فرد عشوتي إذن لنطرت الخيل أفاطم عنه ونجريت دمع العين اليوم بكايا اليوم بكايا اليوم بكايا بدل الدموع دماء إذن لما طمت الخيل فاطر عنده وأجريت دمع العين بالوجلات وإن الواسين بدمعته على ابن الذي حضرته وضرت ثلاث دياء يا عبد الزده ولا حضرت يا مولاد فانت وإن الواسين يشيع على حسين واطفاله ولضيع وبنوان دعين الطليع وحيد نايم بالشريع عباس عباس مجفور في القطير وتوجه وتوجه الفرس نحو المخيمات وهو رافعا صرت بالصحيل فلما نظرنا النساء إلى الجواد مخزيا والسرج عليه ملويا برسنا من الخدور فاقدات الشعور على الخدود الأطمات وللوجوه شافرات وبالعويل داعيات وبعد العزل مذللات وإلى مصرع الحسين مبادرة فواحدة تحلو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء آت الظلي يا الله وأخرى بفير إبناء تصمغ شعرها وأخرى لما قد نالها ليس تعقل وأخرى على خوفين تنوذ بجنبه وأخرى تفديه وأخرى تقبله جاءت زين امرأة الحسين على تلك الحالة قالت أنت أخي الحسين أنت ابن والديه أنت حمانا أنت رجالا أكلمني يا نور عيني ما كلمها الحسين أقسمت عليه بجندي رسول الله بحق جندي رسول الله كلمني يا نور عيني ما كلمها الحسين بحق علي كلمني يا ابن رسول الله ما كلمها الحسين فلما قالت بحق أمنا فاطم ما تحق للحسين قال لها أخي لقد كسرتي قلبي وزدتيني كلمة فوق كلبي بالله عليك إلا ما سكت وزدتيني وذهبتيني وحفظتيني عيالي وأطفالي قل لي بعد أهل ويرو حشل هنا نرو وتبقى بالشمي يا حسين وطور ما تسمع خواءاتك يمك تنور وطفالي عيالك تصارخ بين يدي وحدة صيح عم وين عمي وحدة صيح فارق لي بنمي يحييج نوعتي ويزيد همي يعليلك من يدي عيالي وكأن بالحسين يجيبها إن عداها بضغيف الصوت يحتي وهو حجي شعب غرب سكتي يا نور العين خليني بموجه 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 بمهشتي ينور العين خليني بمهشتي عالجها ترق ضغير ضرور بجيت عند وصاحت ليعان غير يروح ونور عيني وبعجي أهلي يا أخو يا أحسين شي تهيج لقيل يا أخو يا أصباب لي وتعذر يقيل هاي أصباب لي بوجهي بغاني ولي برأسي حماس جابني وفاتني الله ولي بصادري هيد حالي وظهدني ولي بقى أغضي يا أخو ولي بقى أغضي يا أخو لي أيوجه عدر بعد شكو عند الحسين يا أخو يا يابسي من العقش مني يا أخو يا والتراب حرقة زيني يا أخو يا والشميسي حرقة خلتني تفيني برديني ثوبتش بني حر يحاتيها وتصوب عينة دموعه إلى القربة الخفى وحنا تضروعه أغو ما ضعينا وصارت فيه موعه هوات يمى ودمعها عليه ينذر تشم الحسين وتجلب بجرحة ولل الشمور يدفعها وربحه تشم ودفعها على أيها سيداني ومصيبتان فضرب عشين بمرحه وأبعدها عن جسد الحسين فنادت زينب بأعلى صرتها ومحمده وأبته وغليه وجعفره وحمزته هذا حسين بالعراه صريعون بكربنا ثم لانت ليت السماء اطبقت على الأرض وليت الجبال تدكت على السهل يقول المؤرخ وانتهت زينب نحو الحسين وإذا بعمر ابن سعد في جماعة قد أحاطوا بالحسين استعد المصيبة استعد المصيبة هذا الحسين فليمكي عليه الماكل وإذا بعمر ابن سعد في جماعة قد أحاطوا بالحسين وهو يجود بنفسه فلعدت زينب أي عمر يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه فصرف بوجهه عنها ودروعه تسيل على لحيته وهي تلادي أما فيكم مسلم فصاحب نسعد للناس انزلوا إليه وأريحوا فبدل إليه شمراء فرفسه برجله وجلس على صدره وقبض على شيدته المقدسه ووضع السيف على نحر الحسين لكن لم يعمل السيف في نحر الحسين لأن كان موضع تقبيل رسول الله فالسوى أكبه على وجهه وأخذ آي الحره من القفا ضربه بالسيف اثنت عشر مربانه واحتز لأسه الشريف يجلس على صدره وحسينة وإلها وحسينة وإلها وحسينة 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 يزيد. تشوف يلوج ما غير النفس بي. وعين اهنو بيشبهها وتضمر. دي قيل لي يا كتر خالي من الجو. تحوط سيفك يا خايم والدمي. طبرا فوق طبرا. يشوق القرى من عيده يبقى. لا حول ولا قوبة الا بالله. مثل الشمر اذل الله جبهته يلقي حسينا لذاك الملتقى الخشل. يا الله حلق الحسين الوزيج. واجده وابيه واخيره نصر. فاجعلنا يا إبا الله يرضي حواهي جلال. وفي المطالبنا يصر أمورنا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترجنا. اللهم اجل في فرج مولانا وصاحب العصو الزرار. واجعلنا من الأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديهم وإلى أرواح موت المؤمنين والمستبعين والمؤسسين. شاء بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المنطر إذا دعاه ويبشف السور. أما يجيب المنطر إذا دعاه ويبشف السور. يا من اسبه دواء ودفه شفاء وقاعته من أن. ارحم الرأس ماله الرجال وسلاحه الرجال. يا سابغ النعم يا دافع النعم يا نور المستشهدين. اللهم اشفه بشفاء. اتعوه بدواء. اللهم اتفضل على مرضى المؤمنين والمولات لا سيما المنظرين بالشفاء والصفحة يا أرواح. وإلى أرواح موت المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف. محمى الله ونعدى ثواب الفاتحة قبلها صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم.